موسكو حياكم الله موسكو اقترحت وواشنطن رفضت اقتراح يخضي بتوجيه ضربات جوية مشتركة ضد الجماعات الإرهابية التي لا تدعم وقف الأعمال العدائية على حد تعبير وزير الدفاع الروسي ربما لم يكن هذا الاقتراح الأول الذي تسعى فيه موسكو لجر واشنطن لحلبة عملياتها العسكرية في سوريا والرفض الأمريكي كذلك لم يكن الأول فالبنتاج وعلى لسان ناطق باسمه رفض الاقتراح أضاء بأن لا تنسيق ولا تعاون مع روسيا بشأن العمليات العسكرية لأنها تدعم نظام الأسد بحسب وصفه علما أن السياسة الثابتة لواشنطن في سوريا سواء على المستوى العسكري أم السياسي تتقاطع مع سياسات موسكو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فلماذا هذا الرفض الأمريكي أم هي محاولات من روسيا لإشراك واشنطن لشرعنة عملياتها في سوريا في ملفنا الثاني أحداث دامية تشهدها العاصمة العراقية بغداد تحديدا في المنطقة الخضراء التي أعطى فيها رئيس الحكومة المركزية حيدر العبادي الضوء الأخضر لقواته بعدم التهاون مع من وصفهم بالمندسين ومثيري الفوضى لكنهم في نظر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ثوار في وجه الفساد والفاسدين متهما لعبادي وحكومته بقتل العراقيين بدم بارد مهددا بكشف الوجه الآخر للثورة كما أطلق عليها وما بين العبادي والصدر إلى أين تزيير الأزمة السياسية وما هو تأثير ذلك على البيت الشيعي في العراق أهلا بكم من جديد رفضت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون اقتراح وزارة الدفاع الروسية شن غارات مشتركة في سوريا ضد مجموعات إرهابية بينها جبهة النصرة في السابق نفى الناطق باسم البنتاجون وجود أي تعاون أو تنسيق بين موسكو وواشنطن بشأن العمليات العسكرية في سوريا أذهب إلى التفاصل عرض روسي جديد تقدمه موسكو إلى واشنطن عبر وزير دفاعها سيرغيش ويغو والذي يقضي بتوجيه ضربات جوية مشتركة ضد من أسماهم الجماعات الإرهابية في سوريا التي لا تدعم وقف الأعمال العدائية ومن بينها جبهة النصرة على حد تعبيره تعقيبا على كلام شويغو ترد وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون برفض العرض الروسي وتقول على لسان ناطق باسمها إن بلاده لم تتسلم رسميا أي مقترح روسي بهذا الشأن وبأنه لا تنسيق ولا تعاون مع روسيا بشأن العمليات العسكرية في سوريا واصفا تلك العمليات بأنها تدعم نظام الأسد فلماذا ترفض واشنطن فكرة العمليات المشتركة بينها وبين روسيا ولماذا ترفض أن تكون حتى جزءا منها على ما يبدو أن روسيا تصر على جر الولايات المتحدة إلى حلبة عملياتها العسكرية في سوريا التي تقوم بها هي والنظام بتنسيق واضح والتي تسعى من خلال تنسيقها مع نظام الأسد إلى خلق المعارضة السورية باسم توجيه الضربات إلى جماعات إرهابية أو خارج عن القانون يرى متابعون أن محاولة موسكو المتكررة لإشراك واشنطن في ذلك ما هو إلا لشرعنة عملياتها العسكرية في سوريا خصوصا في ظل فشل الهدنة والذي بموجبها تعطلت عجلة العملية التفاوضية في جينيف أو ربما تسعى موسكو للاستفادة من مسارح عمليات التحالف الدولي في سوريا وتحديدا ما يجري في الرقة حاليا من تجهيزات لشن عملية عسكرية ضد تنظيم الدولة وتحذيرات التحالف الدولي لأهل المدينة بضرورة مغادرتها لكن الثابت أن سياسة واشنطن في سوريا سواء على المستوى العسكري أم السياسي تتقاطع مع سياسات موسكو بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وبرغم الدعوة الروسية المرفوضة من قبل واشنطن إلا أن الأخيرة مازال موقفها يزداد غموضا تجاه الأزمة السورية خصوصا أن إدارة البط العرجاء باتت تقترب من خط النهاية في ظل اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية دون الاقتراب من خط الأسد الأحمر العائق الأساسي في الأزمة السورية مناقش هذا الملاق مع ضيوفي أبدأ من موسكو فينجي سيداروف المحلل السياسي المختص بشانروسي مساء الخير سيد سيداروف ومن القاهرة ضيفي الدكتور بشير عبد الفتاح رئيس تحرير جريدة الديمقراطية بالأهرام أهلا بك ومساء الخير لهشام خريسات المحلل العسكري والاستراتيجي ضيفي من عمان أبدأ معك سيد سيداروف برأيك لماذا هذا الرفض الأمريكي المستمر للتنسيق مع القوات الروسية في سوريا هل تريد موسكو جر واشنطن إلى هذه العمليات العسكرية في سوريا مساء الخير طبعا موسكو ربما من مصلحتها أن تجر الولايات المتحدة لهذه العمليات العسكرية في سوريا لتتقاسم معها المسؤولية وربما لتتقاسم معها يعني بعض الضغوط التي يمكن أن تنتج عنها بعض الأعمال المشتركة الروسية الأمريكية لو حدثت وبالتالي هذا أولا ثانيا طبعا الولايات المتحدة تدرك جيدا أن روسيا ينظر إليها في العديد من البلدان لسيما الغربية وأيضا من يعني في البلدان الخالجية على أنها دولة تدعم نظام بشار الأسد فبالتالي مشاركة الولايات المتحدة مع روسيا في هذه العمليات العسكرية سوف ربما ينظر إليها على أنها مشاركة يعني في دعم نظام بشار الأسد وهذا الأمر بطبيعة الحال لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح لنفسها بالقيام به وبالتالي فمنطق واشنطن واضح يعني أدف إلى ذلك أنه كما قيل في التقرير وبشكل صحيح أن واشنطن الآن ربما لا تريد أيضا أن تنجر في ما يجري في سوريا ولكن روسيا أيضا من ناحياتها تسرع في انتخاذ خطوات من شأنها أن تقرب موقفين موسكو وواشنطن نظرا لقرب موعد الانتخابات الرئيسية الأمريكية لأنه في موسكو ما من أحد يعلم كيف ستوبنا العلاقات الروسية الأمريكية ولسيما فيما يتعلق بالتعامل مع الملف السوري وبالتالي لكل من الطرفين منطقه الذي ينطلق منه في هذه الخطوات الأخيرة إذن دكتور بشير عبد الفتاح هي الانتخابات فقط التي تمنع موسكو أو تمنع واشنطن من التنسيق مع موسكو أم هناك أسباب أخرى خصوصا أن موسكو هذه المرة رفعت شعار مكافحة جبهة النصرة تحية لك أستاذ عامر ولضيوفك الكرام ولمشاهديك في كل مكان ليست الانتخابات الأمريكية وحدها هي التي تمنع واشنطن عن الإنخراط في عمل عسكري داخل سوريا بالتعاون مع الجانب الروسي وإنما هناك عوامل أخرى أول هذه العوامل أن هناك رفض من قبل الإدارة الأمريكية والكونغرس لأي تورط عسكري مباشر أمريكي في سوريا الكونغرس لا يريد عراقا جديدا وكذلك الإدارة الأمريكية لا تريد أن تزج بقوات وتكتفي فقط بمشاركة الولايات المتحدة في التحالف الدولي إضافة إلى عمليات التدريب التي تتم لقوات المعارضة المعتدلة أو التزويد بالسلاح في بعض الأحيان إضافة إلى التحالف أن الولايات المتحدة تريد التحالف مع روسيا بشأن سوريا أن يكون تحت الطاولة لا تريد له أن يظهر على العلن كما تحاول روسيا أن تظهره لا تريد أن يبدو الأمريكيون متواطئين مع روسيا فيما يجري في سوريا أضف إلى ذلك أيضا أن العمليات التي تقوم بها روسيا وتعلن أنها لضرب القوى الخارجة على الشرعية أو القوى الإرهابية مثل جبهة النصرى وداعش هي تتخطى ذلك هذا هو الشعار المعلن ولكنها تتخطى ذلك وتصل إلى قوى المعارضة المعتدلة كما تصل أيضا إلى أحياء وشوارع من المدنيين وتسقط ألاف القتلى والجرحة والشهداء من النساء والأطفال لذلك الولايات المتحدة لا تريد أن تتورط أضف إلى ذلك مشاركة النظام الأسدي وإيران في هذه العمليات النظام الأسدي هو شريك لموسكو في هذه العمليات كما أن إيران تقوم بإسناد حقيقي على الأرض من خلال الميليشيا الشيعية وقوات حزب الله وغيرها ومن ثم لا تريد الولايات المتحدة أن تظهر وكأنها متورطة مع كل هذه القوى في هذه الأعمال الخرقاء وتريد أن تستبقي تحالفها الخفي مع موسكو في سوريا من تحت الطاولة هي تريد أن يبقى الأسد في المرحلة الانتقالية تريد أن تستمر عملية سياسية تريد دمج المعارضة في عملية سياسية إلى جانب الأسد وليس في غياب الأسد لكنها لا تقبل بأي حال أن تكون طرفا في عمل عسكري مشبوه وممقوط قد يفتح ملفه لاحقا لمحاسبة المتورطين فيه إذن سيادة العميتي شامي خريسات الآن السؤال الأهم بعدما استمعنا هذه القراءتين كيف تفكر روسيا وكيف تفكر الإدارة الأمريكية سياسيا على الأرض عسكريا روسيا الآن هي تريد الولايات المتحدة الأمريكية لماذا؟ لدعمها عسكريا أم لتداعيات سياسية ليس إلا أولا لا تصدق أن هناك لا يوجد تنسيق بين الولايات المتحدة والروس هناك ضباط من قاعدة عين أسد الجوية أو مركز عمليات الجيش الأمريكي الموجود في قاعدة عين أسد الجوية وهناك عقداء اثنين في سلاح الجو الروسي متواجدين فيها وهناك عقداء اثنين موجودين في تل أبيب في أكبر مركز عمليات الجيش الإسرائيلي ويوجد فيه أمريكان ولكن التنسيق طبعا هو عالي المستوى ودعني أقول لك كيف نسق على تقسيم العمليات أولا الساحل أصبح هو من اختصاص الروس لقتال التوار أعتذي المقاطعة أنا أدرك بأن هناك تنسيق على مستوى ضباط الحديث التنسيق العسكري على مستوى معارك مثل ما طلبت روسيا من واشنطن للقتال في الرقة لقتال جبيت النصرة نعم نعم سنتطرق لك على هذا المستوى الآن وسأقول لك لماذا ينسكون نعم تفضل طبعا إيران أخذت على عاتقها مسرح عمليات حلب والحزب الله أخذ على عاتقه مسرح عمليات دمشق وغوطتها والغوطتين أو الغوطة الشرقية وسوريا المفرغة من السنة ونعني بها المنطقة الشرقية وهي الرقة ودير الزور والحسكة هي من مسرح عمليات الأكراد أو قوات قصد والأمريكان أما المنطقة الجنوبية فهي مسرح عمليات يعني يعنى به الإسرائيليون لأنهم يحافظون على القوس الدرزي ويبقونهم اتصلا الآن نعود إلى هذه النقطة لماذا أو ماذا هم بالأحرى ماذا طلبوا الروس طلبوا طلبا محددا أمريكا لا تستطيع الموافقة عليه وهو طلبوا من الأمريكان أن يهاجموا خطوط إمداد الثوار المنطلقة من 12 موقع من داخل تركيا وبعضها حتى يوجد فيها أنفاق طلبوا منهم أن يهاجموهم الثوار هذه الأنفاق أو هذه خطوط الإمداد السرية التي يوصلونها إلى حلب لا يتحركون فيها إلا بالليل والطيران الروسي معروف بغبائه وهو قوة نار هائلة ولا يستطيعوا إلا أن يرمي أهداف منطقة وأهداف كبيرة والأمريكان محترفون برماية إصابة الأهداف الجراحية أي أنهم يستطيعون الأمريكان الساعة الثالثة بالليل في الغبار في الشتاء في الثلج يستطيعون ملاحقة بكم دفع رباعي بسرعة مثلا 200 كيلو متر في الساعة ويصيبونه الأمريكان تحفظوا لأن أولا تركيا هي من دول حلف شمال الأطلسي وبينهم وبين الأمريكان معاهد والنقطة الثانية يخشى الروس من أنهم إذا هاجموا لكون طيرانهم غير دقيق ويريدوا المناورة داخل الأراضي التركية فأن صواريخ الباتورية وصاريخ الهوك التركية متقدمة جدا وقادرة على أسقاطها وهم لا يريدون أن يخسروا تركيا أو يشعلوا معها حربا لا لأنهم يخافون منها عسكريا وإنما لأن ميزان المدفوعات بينهم 35 مليار على الأقل هناك أربع محطات نووية يشغلها الروس قيمة كل واحد منها 2 مليار دولار وبها 300 موظف هذه هي الأسباب والأمريكان لهم هدف واحد هم أتوا إلى سوريا للقضاء على داعش وهم يدركون بأن الروس أتوا ليحاربوا كل من قال أنا أقف ضد بشار الأسد هذه هي الحقيقة سيد سيدة روف الآن السمرار هذا التعنت الأمريكي بالنسبة لروسيا بعدم التنسيق أو التعاون مع روسيا عسكريا في سوريا السؤال الأهم أعلنتم موسكو أعلنت أنه في الخامس والعشرين من هذا الشهر ستبدأ القتال ضد جبهة النصرى هل ستكون وحيدة روسيا بهذا القتال؟ لا أعتقد أن روسيا الآن قررت هذا العمل نهائيا وكذا ذلك بمثابة ربما حولت إعلام الولايات المتحدة بأنها ستتحرك بمفردها وبطريقة وحدية الجانب في استهداف جبهة نصرى أو غيرها من المنظمات والجهات التي لتدعم اتفاقية أو اتفاقية وقفة طلاق النار اتفاقية الهدنة ولكن هذا لا يعني أن هذه التصريحات الروسية سوف تتحقق وتتحقق في الوقت القريب ربما هذا بمثابة بلون اختباري وروسيا تريد أن تنتظر من الولايات المتحدة ربما ردا آخر أو ردا يختلف عن الرد الأول الذي رفضت فيه واشنطن رفضا قاطعا هذا الاختراح وقالت إننا لا نتعاون ولا ننسق مع موسكو إلا في أشياء بسيطة وهو تجنب تصادم الطائرات الروسية والأمريكية فوق أجواء سوريا كما أن أمريكا أيضا قالت إنها تزاوت موسكو بأحدثيات تدل وتشير إلى أماكن عمليات الوحدات التحالف التي تستهدف الداعش حتى يعني روسيا ربما لا تتدخل في هذه العمليات رغم أن روسيا سبق وأن أعلنت عدة مرات أنها أيضا تريد وتقترح على الولايات المتحدة توحيد جهودها في محاربة داعش وحتى في الهجوم على رقة والتي كما سمعنا من بعض الأخبار يعد العدة للقيام به ربما في أقرب وقت فهناك إلقاء منشورات فوق رقة وبالتالي هذه العملية ربما على وشك الحدوث ولكن يعني من كل هذه الأمور تدل على أن هناك بالفعل خلافات جوهرية في المواقف تجاه ما يعني يجري على الأرض ولكن في نفس الوقت وتزامنا مع ذلك نرى أن هناك الوفاق والتفاهم فيما يتعلق بالخطوات الدبلوماسية حيث أن روسيا والولايات المتحدة يعني حققتها بعض الأشياء وتوصلتها إلى وقف إطلاق نار ابتداء من 27 فبراير ورغم الخروقات العديدة التي تجري وتحدث على الأرض إلا أن كانت هناك فترة معينة وهي طويلة نسبيا التزم فيها الأطراف بشكل أساسي وليس كل الأطراف بطبيعة الحال بوقف الهدنة وهذا يعني إنجاز إيجابي لا يمكن إنكاره فيما يتعلق بالتنسيق الروسي الأمريكي على الصعيد الدبلوماسي أما على الصعيد العسكري فأعتقد أنه من السابق الحديث عن أي خطوة من شأنها أن تقرب مواقف الطرفين وربما تسمح لنا بالحديث والتقييم العالي لهذا النشاط مثل ما ينطبق ذلك على التنسيق الديبلوماسي ولسيما على مستوى وزيراء الخارجية سيرجي لافروف وجون كيري صحيح لكن دكتور بشير عبد الفتاح الآن السؤال يطرح نفسه لماذا الآن روسيا إذا كان هو عبارة عن بالون اختبار لماذا الآن تختار جبهة النصرة طيب كان الهدف هو في البداية محاربة تنظيم الدولة هم ما انتهوا من محاربة تنظيم الدولة حتى تجوا إلى النصرة أم أن السبب الرئيسي وراء ذلك بأن الدعم الخفي هم يريدون أن يقوموا بتصويب أهدافهم نحو الثوار خصوصا ما يدور في حلب هذا هو السبب الرئيسي لموسكو هل ستكون وحيدة مع قوات إيرانية وحزب الله على الأرض أم لا يعني أعتقد أن موسكو بذلك تريد أن تحقق هدفا استراتيجيا مهما هو توسيع مسرح العمليات وأن يتسم هذا المسرح بمرونة بمعنى أنها إذا تحدثت عن داعش فقط ربما تكون مرتبطة بمواقع معينة فيما إذا أضافت إليها جبهة النصرة بل أحيانا ما يستخدم تعبير مطاطي وهو التنظيمات الإرهابية داعش وأخوتها داعش والتنظيمات المرتبطة بها يريدون أن يوسعوا من دائرة الاجتباه ودائرة الاتهام حتى يتسع مسرح العمليات بالتبعية ومن ثم توجد فرص أو مظلة لاستهداف المعارضة المسلحة لنظام بشار الأسد هذا هو المقصد يضاف إلى ذلك أيضا أن التصرف الروسي أو السلوك الاستراتيجي الروسي في سوريا لا يخلو من متلازمة أفغانستان بمعنى أن الولايات المتحدة ربما تركت لها زمام المبادرة في روسيا ليس فقط لأن الولايات المتحدة لا تريد الإنخراط عسكريا أو لأنها تنقل استراتيجيتها من الشرق الأوسط إلى الشرق الأقصى حيث التهديد الصيني ولكن هي تريد لروسيا مزيد من الإنخراط على غرار ما جرى نهاية سبعينيات القرن الماضي في أفغانستان لذلك روسيا تريد أن تكون الولايات المتحدة شريكة لها سواء إذا ما تورطت في جرائم ضد الإنسانية لاحقا وفتح هذا الملف أو إذا ما قيل أن هناك تحالف ما بين روسيا والأسد أو إذا ما قيل بأن الولايات المتحدة توطأت على الثورة السورية كل ذلك تريد روسيا أن تشرك الولايات المتحدة معها حتى تهرب من متلازمة أفغانستان وحتى تكون الولايات المتحدة متورطة وضالعة وشريكة فأي انتهاكات تحدث ومن ثم الحديث عن جبهة النصرة يخدم كل هذه التوجهات هم يريدون أن يخلقوا أكثر من عدو وأكثر من هدف داخل سوريا حتى يتسع مسرح العمليات وحتى يطول أمد هذه العمليات ويشاع بأن المشكلة الحقيقية في سوريا ليست في وجود معارضة تطالب بديمقراطية ضد نظام غاشم يريد أن يبقى على رأس السلطة حتى لو على جماجم شعبه وإنما هناك إرهاب لا بد أن يتكاتف الجميع لمحاربته وأن الأولوية في سوريا هي محاربة الإرهاب وليست الإطاحة برئيس فقد شرعيته سيدة العميد الآن سؤال هم طب أمريكا بترفض أنها تنسق مع روسيا تقاتل جبهة النصرة لكنها بتنسق مع روسيا للقتال في الرقة ويتواجدون الآن ودعم حزب الاتحاد الديمقراطي ويتواجدون في عين عيسى لماذا؟ طب هذا التنسيق عسكري نعم أولا يجب أن نضع النقاط التالية على الحروف أولا بدأت التعزيزات وبتوجيهات من الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن انتزعت الولايات المتحدة الأمريكية أمرا من المملكة العربية السعودية بمقتضاه أن تسمح ببدء ساعة الصفر للهجوم على الرقة وبمساحتها البالغة عشرين ألف كيلومتر مربع طبعا كان للمملكة العربي السعودي شرطا أساسيا أن تكون القوات التي ستقاتل رأس الحرب ستكون هي قوات عربية وبناء عليه بدأت التوجه قوات من النخبة السورية التابعة لأحمد الجربة التابع للتيار العربي ووصل إلى تل أبيض 640 منهم وأصرت أيضا وهناك قوات أخرى العربية التي سيشملها وهي جيش الثوار والصناديد نتكلم عن 5200 سيكونون رأس الحربة بالهجوم لأن ساعة السفر على ما يبدو أنها وشكة سوريا الديمقراطية سيادة العميد قوات سوريا الديمقراطية وحزب الاتحاد الديمقراطي هم من سيكونوا رأس الحربة حتى أحمد الجربة كان هناك تنسيق بينه بين صالح مسلم على وجود مثل هذه العناصر ضمن جيش واحد يعني بالمقابل هم مع الأسد مش مع الثوار أهم الآن هذه القوة التي يستكون رأس الحربة هي قوات عربية ومن هذه القوات يليها قوات قصد والبالغ عددها 34 ألف كيلو متر التعزيزات بدأت تصل إلى كل من طبعا بإشراف أمريكي وكان لقوات قصد شرط أساسي أنه عندما تتوجه التعزيزات إلى كل من تل أبيض والتي تبعد 81 كيلو متر عن الرقة وعين عيسى التي تبلغ 51 كيلو متر أيضا هناك قوات تتوجه من قوات قصد إلى سد تشرين وست تشرين هناك يوجد 11 مدرب من الفورتين دلتا من القوات الخاصة الأمريكية مكافحة الإرهاب ومنها سيتوجهون إلى معركة بنبيج أي أننا سنشاهد بتنسيق أمريكي معركة الرقة ولكن معركة الرقة لن تبدأ ما إلا بمعركة الموصل يوم الجمعة أتى قائد المنطقة الوسطى جونس فاتيل واستقبله عثمان واستقبله قائد الجيش العراقي وبناء عليه صدرة الأوامر التالية تم إيقاف قائد عمليات بغداد عن العمل وتم إيقاف عمليات بغداد عن العمل وتم إلحاق قيادة العمليات المشتركة كاملة إلى غرفة العمليات المشتركة للعمليات الخاصة الأمريكية أي أصبح الجيش العراقي موجودا تحت أمرة الجيش الأمريكي وتوقفت العمليات نهائيا في الفدوج طيب معركة الرقة جيش بشار الأسد مشارك فيها ضد تنظيم الدولة حسب معلوماتك سيادة العميد جيش بشار الأسد سيكون هناك قوات بسيطة جدا لا تذكر وهي قوات مرافقة لهذه القوات لأنه لا يوجد لديه بهذه القوات التي تستطيع أن تمسك الأرض إيرانيين موجود قوات من إيران من حزب الله المنطقة الشرقية العمود الفقري لها ستكون قوات قصد أو قوات الأكراد وبعض فصائل القوات العربية لكن لن يكون هناك أو لن تكون تلك القوة المؤثرة من مليشيات الحجد الشيع الشعبي الصفوي لأنها هي مركزة في المنطقة الشمالية وحول دمشق لا يوجد هناك بالموصل الحجد الشيع الشعبي الآن عندما يتدخل الأمريكان وتصبح مركز العمليات هو المركز العالمية المشتركة للجيش الأمريكي فإن هذا يعني أن مليشات الحجد الشيعي الشعب الصفوي لن تدخل على كل الأحوال مليشات الحجد الشيعي الشعب الصفوي موجودة في كل من قضاء مخمور والقيار أي بعيدة 85 كيلومتر إلى 75 كيلومتر عن الموصل سيد سيداروف هل أنتم تدعمون في الرقة الآن حزب الاتحاد الديمقراطي أو ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية مع تنسيق أمريكي؟ لا هو طبعا بالنسبة لدعم لهذه القوات والاتحاد الديمقراطي هو موجود لكن ما زال هو يعني على مستوى شكل أكثر منه مستوى عملي فروسيا ربما كانت مضطرة للتركيز على هذا الموضوع يعني في سياق بعض الأحداث التي يعني منها قبل كل شيء تفاقم الخلافات مع تركيا ويعني بشكل عام على خلفية بعض المشكلات التي سببتها التطورات الأخيرة والاتهامات المواجهة إلى موسكو فروسيا تريد أن تستعرض الآن رغبتها وقدرتها على التعامل والتنسيق مع مختلف الأطراف ليس فقط مع تلك التي كانت تعمل وتنسق معها وإنما توسيع دائرة الأحزاب والحركات لتستعرض أمام العالم مروناتها والموقف الذي يمكن أن يتغير ويتلاءم مستجدات الوضع وبالتالي هذا الموقف له أيضا مبرراته ومبررات قوية وهو ينتبق أيضا على المبادرات التي من حين إلى آخر نحن نسمع أن روسيا مثلا تقدم مبادرة حول ضرورة المضي قدما في الجولات الجديدة للمفاوضات السورية وتريد أن توسع دائرة المشاركين من المعارضة وإلى آخره فأعتقد أن هذا السؤال الذي أنت طرحتها علي هو يندرج في سياق هذه السياسة التي تحاول أن تتبيعها موسكو وتخلق انتباعا بالفعل محتمة بالعديد من الأطراف والحلفاء التي ربما روسيا قادرة على التعامل معهم دكتور بشير هالية فعلا روسيا مهتمة بالتعامل مع عدد كبير من الأطراف أم هو اتفاق أمريكي روسي محاصصة أنه الآن التحالف الدولي سيكون موجود حزب الاتحاد الديمقراطي قوات سوريا الديمقراطية على الأرض بعد ذلك ستبدأ المعارك مع تنظيم الدولة بالجهة الأخرى سيكون هناك القوات الإيرانية في الموسل يعني قسموها تؤيد ذلك أم لا نعم أنا أؤيد أن هناك تفاهم ومحاصصة ما بين موسكو وواشنطن لكن تريد واشنطن أن يكون هذا الاتفاق غير معلن لأنها تريد أن تبقي على شعرة معاوية مع المعارضة ومع المملكة العربية السعودية وتركية لأن إعلان مثل هذا الاتفاق من شأنه أن يضع الولايات المتحدة في مأزق مع حلفائها الآخرين في المنطقة غير أن ما تتبنىه واشنطن بالفعل والنهج الأمريكي حيال الأزمة السورية هو المنصب على تنسيق استراتيجي وسياسي بينها وبين تل أبيب وبين موسكو في إدارة هذه الأزمة واشنطن تدوري الأزمة ولا تسعى إلى تسوياتها هي تتبنى عكس ما تعلنه تماما هي تريد للأسد أن يستمر هي تريد إدارة سياسية للأمر أقصى ما يمكن أن تتطلع إليه هو إشراك المعارضة مع نظام بشار الأسد في إدارة الدولة السورية بعد مفاوضات مضنية تشرف عليها روسيا التي تطالبها واشنطن بمرور الوقت بالضغط على نظام بشار الأسد للقلوس على طاولة المفاوضات مع ضمانات باستبقائه وعدم محاكمته سيادة العميد اختيار حزب الاتحاد الديمقراطي للقتال في الرقة هناك من يرى خبراء عسكريين بأن نخاطئ السبب في ذلك هناك أربعة أسباب متتالية السبب الأول ليس لديه القدرة على القتال كما يقاتل تنظيم الدولة بالدرجة الأولى بالدرجة الثالثة يوجد هناك أي حاضن شعبي يعني الممكن أن المدنيين هناك يتحولوا لتنظيم الدولة وما يتحولوا لحزب الاتحاد الديمقراطي ثالث نقطة وهي الآن هناك ثارات هناك كان موضوع وضع الكرد مع العرب في تلك المناطق والاقتتال وما إلى ذلك والتدمير وأيضا اخراجوا من أراضيهم وتحويلها إلى مناطق كردية فبالتالي اختيار غير صحيح وغير منطقي من قبل التحالف الدولي على رأسوليات المتحدة الأمريكية لبدء هذه المعركة في الرقة خصوصا إذا أخذنا بعين الاعتبار بأنه مقابلوا ستكون هناك ميليشيات إيرانية يعني المدنيين ليس لهم خيار إلا أن يكونوا تنظيم دولة فقط كما تفضلت قوات قصد هي أكبر ستنتحر أمام الرقة لأنها أولا هي بيئة معادي وقادة قصد صرحوا أكثر من مرة بأنهم لن يستطيعوا مسك الأرض في الرقة لأنها بيئة معادي ولكن أقول لك بأن هذه القوات وأنا يعني عدو لدود لداعش لكن الحقيقة أنا أقول لك من الناحية العسكرية بأن القوات التي ستتقدم فأنها ستواجه مفخخات ما بين 20 إلى 30 طن هناك 1200 انتحاري مجهزين بسيارات هناك أحياء بالكامل برقة في المنطقة الشمالية والشمالية الغربية بالكامل أحياء ومباني مفخخة وبالتالي ما أن تتقدم هذه القوات حتى سيتم تمزيقها لأن الرقة الآن هي رقة فوق ورقة في الأسفل وهناك أعد التنظيم لهذه المعركة جيدا وقد لا تصدق إذا قلت لك أنه لا يقود داعش في الرقة أي قائد عسكري سوري وإذا كانوا موجودين سوريين فهم عبارة عن قلة لكن العمليات تدار من حوالي 10 عمداء من الحرس الجمهوري وقوات الخاصة زمن صدام حسين لأن أبو بكر البغدادي الذي الآن هو موجود في البعاج 88 كيلو على الحسكة هو الذي قام باستبدال القادي قبل حوالي 8 شهور لذلك الذي يقود العملياتهم قادي عسكريين زمن صدام حسين وليسوا مدنيين لذلك ستجدوا أن الدفاع القنفذي سيتولوه ولن يكون هناك أي فعلية للطيران تذكر وأن أول القوة التي ستكون مهاجمة سيتم تمزيقها بالمفخخات من اللحظة الأولى الرقة قندهار مقبلة هشام خرسات العميد والخبير في شأن العسكري بسراتيج ضيفي من عمان شكرا لك شكرا لك دكتور بشير عبد الفتاح رئيس تحرير جريدة ديمقراطية بالأهرام ضيفي من القاهرة سيد سيداروفا المحلل السياسي والمختص بالشأن الروسي ضيفي من موسكو شكرا لك نذهب إلى فاصل أيها الأفاضل اشتركوا في القناة